قالت مصادر ميدانية ومحلية أن قوات الجيش الوطني سادفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شرقي اليمن وأضافت المصادر أن القصف المدفعي للجيش الوطني أسفر عن احتراق ذخائر واجهزة لاسلكية للميليشيات في المغدرة ومدغل غربي مأرب وبحسب المصادر فإن الجبهة الغربية لمأرب شهدت الليلة معارك عنفة ومستمرة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيات الحوث الإنقلابية وسط تكبد الميليشيات خسائر فادحة في العتادي والأرواح